انت تعرفت على بعد في لندن. انت كان بتشتغل هي مزيعة في انجلترا وانت اه وانا كنت اضيف. انا كان في الجزء الخامس من الهالة الحلمية. اه. في يوم بعد ما خلص التصوير كنا يعني دخلنا يمكن يعني نص رمضان بسمع التليفونات اللي جاتلي فلقيت حد بيكلمني بيقولي انا من لندن واحنا عندنا برنامج كذا ويريد تشرفنا على العيد. تبقى ضفنا في العيد الصغيرة القادمة مش عارف ايه. وايدي حدوس على الزرار اللي امسح فيه المكالمة شيء اله يا مونة والله. والله شيء اله. ها. قال لي ما تمسحاش. لان ايه انا لسه مش عارف اخلص امتى والدنيا يعني الحياة صعب ان انا. كان بصوت شفكي ولا صوت شفكي. ها. طبعا انا ايامها مش عارف ايا شفكي ولا شفكة ولا ما اتحرجنيش يعني يعني يعني. لكن ما ايدي ما 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 دستش على الزرار اللي امسح به الماسج. تاني يوم او تالت يوم قلت من اعيد تاني المكالمة اللي جات لي من لندن دي اشوف ايه الحكايات. الصوت حلو. الصوت كويس. فا دوست على الزرار فلاقيت انه دعوة كذا. كذا اللي انا قلته. فا كلمتها. ايوة شفكة. ده المبتدة يعني. اه. فعرفت منها التفاصيل للبرنامج كذا فقط لأنا بصور هي ومش عارف الظروف في إيه وإذا الظروف فيها هتسمح فعلا أجيلكو والظروف سمحت يعني أنا كان في الظروف كلها ما كانتش تقاهل أن أنا قدر أسافر يعني أنا بصور لأخر يوم في رمضان ومش عارف أخذ الفيزا إزاي واروح فين يعني كلها لو حسبتيها كده اللي هي قدريات المهمة سفرت روحت وقابلتها وعملنا البرنامج وتعرفنا وتحبينا وتزوجنا